دي بسؤال لطيف جدا جي من أخت سائلة على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة وبتتكلم في نقطة بتقول أنا يعني ما أملكش من المال كتير وما أملكش يعني من السعة الرزق كثير لكني دايما بحب إذا أنا صنعت أي طعام أو إن أنا بين إيدي شيء جالي مثلا هدية أو شيء إن أنا أطعم الجيران فهل الإنسان بيؤجر على هذا الصنيع؟ الحقيقة الإنسان بيؤجر على ما هو أقل من ذلك فاصنع الخير وانطلقي كده في كل ميادين صنع الخير وإوعي إن كنت تعتقد أنه أي معروف أنا بعمله ولو كان صغيرا ليس له جزاء بالعكس له كل الجزاء عند الله سبحانه وتعالى أي إنسان بيعمل من الخير فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الإنسان اللي بيعمل حتى مثقال الذرة اللي إحنا مش قادرين نشوفها بالعين المجردة يؤجر الإنسان عليها أجرا عظيما وكمان لو الإنسان أخلص في ذلك العطاء وفي كل عطاء سواء مدي أو معنوي بيقدمه للبشرية يقدم صنيع الخير بنية خالصة لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيعطي على الإخلاص ما لا يعطي على ما سوى وبالتالي أنا بانطلق في صنيع الخير وأترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ما علي أن أنا دائما أركز في أنه أعمال القلوب الإخلاص فيما أصنع أن أنا أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أن أنا أرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى وحده وبالتالي الإنسان لما بيشتغل على كل عمل هو بيتقدم بي وعايز الثواب خالص من الله سبحانه وتعالى بيشتغل على قلبه ودي من الأمور ومن الأعمال الخاصة بأعمال القلوب فالإنسان يزكي من قلبه أنه يجرد كده دايما العمل ما يخلوش عشان فلان يرد الشكر أو يرد صنيع الخير عليه بالثناء وإن كنا ننصح الجميع أنه إذا أزدى إليك إنسان أي معروف وجب عليك أن تشكر ذلك الإنسان لأنك أنت أدام من الأداب اللي المفروض إحنا بنرعيها لإزكاء العلاقات الإنسانية وتنمية هذه العلاقات لكن الإنسان في رجاء الثواب يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى وحده وبالتالي إذا الإنسان درب نفسه على كده بيخلص العمل بيخليه كده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى الإسلام الحنيف جعل كذلك أنه من صناعع المعروف من صناعع الخير مش بس أن أنا بعمل طعام وطلعه لا ده فيما هو أقل من ذلك أنه الإنسان تبسمك في وجه أخيك صدق وإن أنا برضو أشتغل على أعمال قلبي كده أنقح أو أخلي العمل كده خالص لوجه الله وإن أنا نازل مستبشر كده في الصباح حتى لو كانت عندي ضغوط كثيرة لكن أنا أتعبد وإن أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإن أنا أحسن إلى الخلق وأدنى ألوان الإحسان لابتسامة وأدنى أدنى ألوان الإحسان الإنسان يمسك بشره عن الناس زي ما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام التوجيهات النبوية كلها ومن قبلها التوجيهات القرآنية بنجد إنها دائما سارية في كل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه من خير للأنام لجميع خلق الله وإنه يكون عند المؤمن هذا الحرص لأنه الأصل إن المؤمن ده يعني شيء نافع لجميع الخلق لا يأن منه لا تأن منه حتى البيئة ولا تأسى منه البيئة ولا يتأذى منه لا إنسان ولا طير ولا حيوان ولا حتى الجماد ولا حتى البيئة اللي هي المكان الذي يحيى فيه المؤمن ده خير لكل شيء وبالتالي زيما النبي عليه الصلاة والسلام وجه بإنه أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صناعع المعروف وذكر بإن صناعع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة هو النبي عليه الصلاة والسلام زكى ذلك الأمر وأكد عليه وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق لابتسامة أدنى أنواع ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان لمطلق أخيه الإنسان مش ليه فئة أو فئة تانية لا لأن المؤمن ده خير لكل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال على كل مسلم صدق قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال فليعمل بيديه وليتصدق يعني أن المؤمن ده المسلم ده مش خامل في المكان أو البيئة أو الوطن أو القرية أو البلد التي يحيا فيه لا ده إنسان إيجابي بيأخذ بكل الوسائل التي تعين أن يكون نافعا لنفسه وللآخرين شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيأكد على قضية عمل اليدين إن الإنسان بيكون بيعتمد على نفسه يقدم الخير ويقدم الخير ما أجمل أعلى مراتبه أن الإنسان يصنع بيديه وينفع نفسه ويتصدق قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق دي أعلى هذه المراتب اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيوجه إليها بيوجهنا إليه على أساس أن الإنسان يعني يعقل هذه المعاني النورانية ويتمثلها في أخلاقياته وفي تصرفاته مع نفسه ومع الخلق لازم أكون عنصر إيجابي في المجتمع لنا فيه أصنع الخير فأنفع به نفسي ثم أنفع به المجتمع فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف صورة من الصور الإنسانية التي يستطيع الإنسان أن يقدم فيها الخير فإن لم يستطع الإنسان أن يصنع وأن يكون عنصر يعني يستطيع أن ينتج فينفع نفسه ويكون عنده هذا الزائد فيتصدق به وينفع به المجتمع فعلى الأقل المرتبة التانية للنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها من سؤال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لينتفعوا من هذا النور العظيم من هذا الوحي الشريف من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بما يحمله من أنوار الوحي فييجي الصحابة يأكدوا عايزين يعرفوا كل حاجة يعرفوا كل دقائق العلم فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد اللي مش لاقي يشتغل فينفع نفسه وبعدين يتصدق طب يعمل إيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعين ذا الحاجة الملهوف إعانة الملهوف مش بس بالمدة لأن صنيع الخير وصنائع المعروف الناس بتعتقد فقط أنها بتاخد شكل الماديات لا هي مش ماديات بس كلمة المعروف وصنيع المعروف هو كل ما يستطيع أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان من الأمور المادية والأمور المعنوية يعني لما شوف إنسان بيمر بلحظة صعبة في حياته وأنا بقف جنبه وأنا بنصحه وأنا باخده إلى بر الأمان وأنا نيتي إنه دي حاجة بعملها لله سبحانه وتعالى وأكبر خاطر هذا الإنسان في محنة هو فيه أو في موقف هو شارد فيه أو في وضع هو عصيب عليه هل ده من صنائع المعروف نعم أختي الفاضلة وأخي الفاضل كذلك لصاحبة السؤال ولكل المستمعين نعم ذلك من صنائع المعروف لأن كل ما يتصل بهذا الإنسان معظم عند الله ليه؟ لأن هذا الإنسان صنعة الحق صنعة الرحمن سبحانه وتعالى من أكرم ذلك الإنسان أكرمه الله ومن أهانه أذله الله وبالتالي أي شيء بيمت إلى بنيان هذا الآدمي بنيان الرب هذا البنيان الرباني علينا أن نحترمه في كل صوره في كل صوره وفي كل تقلباته وفي كل أحواله وفي كل المواقف اللي بيمر بيها النبي عليه الصلاة والسلام عايز المسلم عايز المؤمن إنسان إيجابي نافع لنفسه نافع للمجتمع الذي يحيى فيه ما كانش عنده فينتقل النبي فيدينا صورة تانية من الصورة التي يقدم فيها الإنسان المؤمن حقا الخير لجميع الخلق فالنبي يقول إن إنسان يعين ذا الحاجة الملهوف ألول يا رسول الله فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة يا سلام على جمال هذه الشريعة الغراء لما النبي عليه الصلاة والسلام ينبه بقى لمعنى جميل يا سيدي على الأقل أيها الإنسان الذي لا تستطيع أن تقوم بصنيع الخير بنفسك أو أنك تصنع شيء أو أنك تكون صاحب عمل يستطيع أنك تنفع به نفسك وتنفع به المجتمع فعندك مرتبة تانية عليك بإعانة الملهوف طب أنا مش قادر على الأولى ولا التانية يبقى أن تعليك أبسط أنواع المعروف الذي تقدمه إنك تصنع الخير الذي تستطيعه وتمنع أداك عن الناس ومن هنا بيتضح لنا قيمة صنيع الخير قيمة صنائع المعروف واللي في الحقيقة ترجمها المسلمون على مر التاريخ ترجمات يعني غاية في الروعة غاية في الجمال كان بيتسابق المسلمون مش فقط على أنهم يعني العبادات فقط لا كذلك وعمل الخير عمل الخير ده اللي تميز المسلمون به على مدار التاريخ لو حبينا نرجع للتاريخ ونقرأ في تاريخ هؤلاء العظام الناس اللي كان عندهم تنافس على صنيع الخير وعلى فعل الخير فأي خير أنا بقدم لأي إنسان أبسط أنواعه ابتسمت ونيتي فيها أنني أمتثل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أبسطها إفراغك من دلوك في دلو أخيك لو أنا عندي شوف الأمثلة بتبدو على بساطتها أمام من يستمع لكن في الحقيقة أصحاب استياد هذه المعاني النورانية بيشوف أنها عظيمة جدا إنك أنت بتقدم اللي قدامك على نفسك لو عندك وبتاخد من الطبق اللي أنت بتاكل فيه فتدي لأخه قدامك بتدي الجار بشوف كمان جار محتاج أنا عارف أنه مش حيسأل الناس إلحافة محدش حاسس بيه محدش عارفه وأنا مش عايز أجرح مشاعره لكن عندي من الخير عندي فضل ربنا سبحانه وتعالى الدهوني حتى لو الإناء بتاعي يسع أن أطعم منه يعني إنسان آخر أفرغ منه فأعطي لذلك الجار أو أعطي لذلك الذي يجلس بجواري كل معاني الود والمحبة والرحمة تعلمها هذه الشريعة اللي كلها سماحة وكلها نور وكلها سكينة وهدوء إذا الإنسان مشي في هذه الخطوات أو مشي على هذا الطريق المستقيم متتبع هذه الأنوار الربانية التي سيقت في كتاب الله واللي علمها لنا وكان مجسد ليها النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان قرآنا يمشي بين الناس صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي أنا لما بسمع المعاني دي أبتدي أفكر أشوف نفسي ماذا أقدم من الخير ولو أنا مش قادر في صفة مادية أو شكل مادي فعلى الأقل بما أستطيع من المعنويات أو الأدبيات الطيبة لنا يعني بصورة أدبية أستطيع أن أنا أرفع من معنويات الإنسان اللي قدامي أبسط أبسط شيء أني أمنع شري عن الناس ولا أصنع إلا الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من أصحابي صناع الخير في هذه الدنيا لأن حتى نكون مفاتيح للخير وما نكونش مفاتيح للشر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه إلى هذين النوعين من الناس نوع بيكون مفاتيح للخير ويجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه لعلم الله سبحانه وتعالى بقلوب هؤلاء العباد المخلصة هذه القلوب النابضة التي لا ينبض بأنوار المعاني والتي لا يمكن أن تقدم إلا الخير لجميع الخلق فيبسط الله لها من هذا الخير خيرا عظيما ويجري وتكون المكفأة من الله لهؤلاء العباد أن يجري الخير على أديهم يجري الخير على ألسنة هؤلاء يجري الخير في معاملات هؤلاء نسأل الله أن نكون من هؤلاء ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الصنف الآخر اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذرنا منه بذكر النعين لما يزئن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء من أهل الخير من أصحاب الأبواب اللي كلها نفتح أبواب الرحمة للناس ودايما كده لا الإنسان ما يستئلش بأي عمل بيقوم به لوجه الله سبحانه وتعالى وعليه أنه يدرك عظم أو عظم أي شيء بيقوم به حتى لو أنا كنت شايف أو قدامي هو شيء بسيط يبدو أمامي بسيط لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وعلى قدر إخلاص العبد بتكون أو بيكون الثواب من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم